موسيقى عزيزي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي دائما أتحدث عنها بأنها دائما أي كلام في موضوع التربية أو بناء النفوس أو التربية النفسية أو الأمراض النفسية أو التوابع النفسية محتاجة مننا دماغ مفتوح وقلب يعني يكون يحس المسألة مش مسئلة أن أنا بغلط حد في حاجة وإنما بقول لك خد بالك لأنك أنت اللي بتعمله دلوقتي بيأثر في المستقبل بطريقة تانية زمان كنا بنقرأ في الكتب معلومات وما كناش بالتجربة اتعلمناها فما كناش مقتنعين قناعة كاملة باللي بيقولوا الكتاب لكن بعد معيننا في الحياة التجارب المختلفة اكتشفنا إن اللي كتب الكتاب ده أو اللي ادى المحاضرة دي أو ادى البرنامج ده عنده رؤية يعني إيه رؤية؟ يعني خطوات مبادئ تؤدي إلى نهايات وأهم حاجة في موضوع تربية النفوس أو الصحة النفسية أو التوجيه النفسي أو التعامل مع النفوس إن أنا أكون عارف كويس قوي أنا بعمله بتصرف إزاي؟ بتعامل إزاي؟ ليه بقى؟ إحنا الأيام دي في ظل ظروف والظروف دي عالمية والعالمية كلها ضاغطة وفي ظل الضغوط بيباني المعادن وبيباني القدرات وبيباني الإمكانيات وبيباني الصبر وبيباني اللي بيعمل من الفسيخ لمواغزة شرباط وبيباني اللي بيطلع على قطة الفطسة يعني إيه القطة الفطسة؟ يعني بيطلع على العيوب دائما في ناس في الأزمات بتساعد وفي أزمات في الناس في الأزمات بتغرق وكل ده منصب مش في الأزمة الكبيرة بتاعت حاجة زي كورونا أو أزمة كبيرة زي الضغوط المادية نتيجة الكورونا أو لإن إحنا محبوسين أو لإن إحنا مضغوطين في البيت أو لإن بيوتنا مش واسعة قوي فممكن الأعداد بتبقى فيها زيادة فبيبقى في احتكاك أكتر فتباني من خلال التجربة المعادن دايما أما بقابل أي أب أو أي أم يقولولي مع عيوب الولد بس معدنه طيب بس الولد حنين بس الولد كله خير المشكلة في أنه صادف أصدقاء سوء أو الإنترنت أو على الفيس أو دخل الموقع الفلاني بتاع الإلحاد ففكر زي ما بيفكروا أو شاف طريقة معينة في اللبس أو في التدين أو في كذا أو في كذا أو في كذا دايما بالراهن أن المعادن بتاعت أولادنا غالية لكن ما بناخدش بالنا أنه أثناء الحياة اللي بتمر بينا إحنا ممكن نجرف زي ما زمان كانوا بيجرفوا الأرض الزراعية يعني إيه جرفوا الأرض الزراعية يشيلوا الطبقة الحية من الإيه من التربة 223 متر التحت خلاص وصلنا لأرض لا تنبت يعني معنى كده أن الأرض الخصبة ممكن تجرف الأرض اللي ممكن تنبت أزهار وأشجار وثمار وخضروات ممكن تنتهي أه ده مش بس كده ده إحنا ممكن الأرض الزراعية اللي بننتج فيها ثمار نبني عليها أسمنت ومسلح وأنا فاهم ومستوعب أن أنا بعمل الصح وبستغل الصح بصورة أو بأخر الأزمات دايماً في التربية المواقف في التربية دايماً المفترض أنها تتقل ميزان الولد تدي له إضافة من أول ما هو صغير لحد كبير زي العلاقات الزوجية علاقة الزوج بالزوجة شيء دون موجود أطفال وعلاقتهم مع حمل الأم علاقة تانية خالص بينتقلوا المرحلة أخرى المرحلة الأخرى دي تخيلوا ممكن تكون مزفتة وممكن تكون جميلة لو الراجي الرعاة النفسية بتاعت الستة واكتشف أن فيه اكتئاب مع الحمل واكتشف أنها بتقريف حبتين وأنها محتاجة حنية زيادة وأنها محتاجة رعاية زيادة واهتمام زيادة وتلاقيها أكتر ليه؟ لأن الستة بتبقى نفسيا في الفترة دي أما بعجرة يعني أنا ياسف التعبير طبعا وإن كان المرأة الحامل ذاتها جمال لأنه بتفيد بالحياة لكن في النهاية الراجل راحز كده وبالتالي العلاقة بين الزوج والزوجة قد تنتقل مع الحمل لعلاقة أقوى لمرحلة أخرى في أن الولد يتولد وفي مراحل تانية يكون الزوج عارف أن الزوجة حامل ومايفرقش معاه مكشرة ليه؟ بتعيطي ليه؟ أنت هتقري فينا هو كل يوم ترجيع؟ هو هو كلام قد كده ومشاكل بقى على الخلفة مشاكل على المستشفى مشاكل على تدبير الفلوس مشاكل على كذا رؤى ودي تنقل العلاقة الزوجية لمستوى أضعف ده زوج وزوجة وده زوج وزوجة بس ده زوج وزوجة استثمر الضغوط الجديدة لوجود قادم جديد بظروف جديدة باحتياجات جديدة نفسية ومعنوية وغيرها إلى أنه هيأله الجو المناسب ويهيأله الأم طفل يبقى سليم لأن يعني علميا وبحثيا وجد أن كتير من الأمهات اللي بتتعرض للضغط العصبي من قلق وتوتر وبعض الضغوط النفسية الطفل بيطلع مفرط في الحركة مشتت في الانتباه مندفع وعنده بعض القلق وتوتر وبالتالي المشكلة مش بتبقى في الأزمات المشكلة في رؤيتك للأزمة حتطلع منها إزاي زي بالظبط إشكال كبير ممكن يحصل قعدتنا في البيوت وش في وش مراطي وش العيال ممكن ده يؤدي إلى حجم مشاكل غير عادية من تعديل في السلوك من عصبية من نرفزة ما أنا مش طيق نفسي بقى شغل نصه راح ودخل نصه وقل والظروف صعبة وخايف وقلقان ووالدتي سخنا النهار ده فقلقان عليها لحسن يكون كذا فمش طيق نفسي فالدنيا تبقى ضمار والعلاقات تنهار بالرغم إن إحنا متقاربين لإني أنا مش قادر أستسمر الضغط ده والقرب ده في تحسين العلاقات في ناس تانين بيبتدوا بحاجة تانية في ناس تانين بيبتدوا بحاجة تانية بيبتدوا يتفاهموا زي ما قلنا في الحلقة الماضية ويتناقشوا وياخدوا يده ويشوفوا إيه العيوب وإيه المسالب واللي كان غايب بقى موجود وحاضر والولد اللي كان وحش والده بقى موجود وبيديره العاطفة اللي محتاجها والأم اللي محتاجها مساعدة وجدة الزوج اللي يقدر يساعدها في العملية التربوية عشان توجه أولادها بشكل جيد وبدأنا نحمل أولادنا مسؤوليات ظروفنا الاقتصادية كده هنحسب بقى ونشوف وكل واحد يمسك المصروف أسبوع لعشر تيام ومش كل المتطلبات بتجاب بس هنجبها بس بالتدريج هو ده اللي أنا بكلم عليه في فكرة البرنامج من اليوم إزاي أستثمر أي ضغط عصبي في فائدة تحسين العلاقات وتأوية العلاقات وتحسين الجو المنزلي وقرب الأفراد لبعض ومش تبعودهم دي نقطة مهمة لازم ناخد بالنامينها عشان كده أما بتكلمنا في الأول في الجو العام اللي موجود أثناء الحمر آه يؤثر وبيؤثر في مقدرات ومستقبل الطفل بعد كده في المستقبل الأمة أما بتبقى عصبية ونرفوزة أثناء فترة الحمر الطفل ما بيبقاش طايق حركته بتبقى بيتنطط وقد يلتف الحبل السري حواليه ويؤدي إلى مشاكل بعد كده في المستقبل في التركيز والانتباه والدراسة وغيرها من الأمور الأمة ما بتبقى مكتايبة وحزينة وزعلانة نتيجة للظروف بتاعة الحمل والولادة نتيجة للعلاقة اللي بينها وبين الزوج نتيجة للعلاقة بينها وبين حماتها نتيجة لأن الناس مش متصورين إنها محتاجة رعاية قاصة أو إنهم المفروض يتعاملوا معها بفضل كبير في الفترة دي بيؤدي إلى إن حركة الطفل بتتباطأ وتقل حتى المياه في تكوينها بتقل حاولينا الطفل الله يعني معنى كده إن الحالة المعنوية والنفسية للضغوط اللي قبل الولادة ممكن تؤدي إلى إن ابني أسلمه للحياة ناقص معدن ومش أصيل الجهاز العصبي فيه تعبان وبالتالي أظن الكلام واضح والكلام ذا أهمية وكتير من الباحثين وكتير من العلماء اللي بتكلم عليهم علماء علماء الطب وعلماء الأجنة وعلماء الطب النفسي وعلماء البيولوجيا الحاوية وغيرها من الأمور أثبتوا كده تعالى جه طفل جديد طفل جديد معناها جهد زيادة من ناحية الأب يبقى جهد زيادة إنه حيتحمل بعد زوجته عنه شوية لإنه هي بتاخد وقت مع الطفل مش هتبقى الست الغندورة الجميلة اللذيذة الظريفة السعيدة المبسوطة لإنها بيتها طول الليل والولد سخن وعند درجة حرارة 38 في نفس الوقت الظروف المادية كمان قال لها الظروف المادية في غاية الأهمية بالنسبة للزوج عاوز يوفر حفضات وغيرها 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 من الأمور وقد يكون الأمر مش ميسر بالنسبة له وقد يكون ميسر لكن كل دي ضغوط ممكن أستثمرها أنا بإني أعود أتنرفز وأتعصب وأتنرفز وأبقى مش طيق نفسي وأرفان وبنتقد وي 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 وأقول للست أنت بعجرة أنت معرفش عملت إزاي أنت كذا أنت كذا وبالتالي البت يتشحن وتبتدي العصبية نيلة الأولاد بيتفززوا أثناء النوم يصحوا أثناء النوم يرجعوا وهم بيأكلوا ما بيكملوش رضايتهم بيبقوا عاوزين حد يشيلهم طول الوقت خايفين من الصوت العالي قلقانين منه في بعض أوقات وفي جو تاني من الأمور أب وأم خلاص مراعي ظروف الأم ومراعي صهرها ومراعي تعبها ومراعي أن ده بيبي كديد محتاج جو هادي وأن الطفل ده جاي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى وأنه لازم يحافظ على المعدن الأصير والفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى ولده بيها على الهدوء والاستقرار مش أسمع بيأذني يعني أم بتيجي بتتكلم على أنه أبا أما بيتنرفز أما تنرفز تخنقه مع بعض شال الواد اللي عنده تسعة تشهر أو عشر تشهر وهو على السرير يعني فرمى آخر السرير كده إيه ده إيه ده ها يطلع الواد إزاي عاوز من الولد ده إيه في الآخر ها يطلع إزاي أو أب راجع من الشغل ومعرفش إيه هب رحل ولد دلق الكباية وهو عنده سنة ونص سنتين إلا على معرفش إيه على إيه على إيه على إيه مش مانع إن أنا ألطش وخبط ورزع برامل منش من مطلوب إن إحنا نتعامل بهذا الجو المشحون في التعامل مع الصابين كلنا مع الصابين متنرفيزين كلنا متنرفيزين عندنا ضغوط كلنا عندنا ضغوط بس هو الأولاد زنبهم المسؤوليات دي مسؤولياتنا إحنا كأباء أمها لكن مش هي أبدا المشكلة دي هي مشكلة أولادنا عشان كده ما تنحروش في الأولاد وبالقطع الطفل اللي حيتولد في أسرة مجدودة عصبيا أن الأصوات مرتفعة فيه تأكد تماما أن ثقة بنفسه ضعيفة هتلاقي ثقة بنفسه ضعيفة وفي نفس الوقت عصبي وفي نفس الوقت عنيف وفي نفس الوقت أناني وفي نفس الوقت معصب وفي نفس الوقت عنيد في التعامل وفي نفس الوقت بيكسر لعبه وفي نفس الوقت بيكس كس هي الأزمة في التعامل معها بتختلف من شخص إلى آخر من مرحلة إلى مرحلة أخرى الجو الهادي آه الوقت بيبقى فيه سلاسة في علاقة ما بين الماص والعصبية في علاقة ما بين الترجيع والعصبية في علاقة ما بين النوم المستقر والعصبية في علاقة ما بين التعامل ما بين الأب والأم بحنية وحنو وعاطفة وطلع الطفل نفسه في حد ذاته حاسس بانتماء وهدوء واستقرار وراحة وأمان بتيجي ضغوط تانية الضغوط التانية ممكن تكون ان ابني وحيد الحيلة اللي اتولد بعد سنين او الولد على البنات وما اكثرهم او البنت على ولاد وما اكثرهم او طفل اتولد وعنده مشكلة دي ازمة حقدير الازمة ازاي ححسن فطرة ابني ولا حوحشها اكتر حطلع الافضل من ابني ولا حطلع الاسوأ حنقلكنها لتانية بس بسرعة بس ركزوا معايا احنا بنتكلم على فطرة الطفل في المرحلة دي في مرحلة الطفل اللي عنده بعض الاشكاليات ويمثل ضغط على الاب والام من الخوف عليه من القلق عليه من كذا من كذا من كذا وهنا المعادم بتظهر اما بيبقى فيه ازمات المعادم بتظهر زي مثلا عندنا مثلا موضوع كورونا الفرق ما بين مواطن تبرع بمنزله واعده وحضره وحط شوية سرير وكنب وفصل ما بينه فيك السرير والكنب وطلب من الناس انهم ما يجاهزوا تجاهزوا بغض النظر هو غني ولا مش غني فقير ولا مش فقير معدم ولا مش معدم مش فرق وموقف واحد بيبيع الكمامة بدل ما تكون الكمامة بخمسة جنيه بيبيعها بخمستاشر او الكحول بدل ما يبقى سعر الكحول سبعين يخليه مية و سوئين هنا المعادم بتظهر الراجل اللي تبرع ده راجل متربي مش طيب متربي اخلاقياته عالية انسانياته في السماء بيحس بالناس اتربى في جو وبيئة متوازنة اما الناني اللي هو عاوز يركب الموجة ويحقق اسعار غير عادية فهو انسان غير متربي تربويا واقع بيدور من اين تؤكل الكتف بيتكلم في الفرصة بيتكلم ازاي يستغل انسان انسان بتطلع لامة افضل ما فيهم على حسب التربية اللي احنا بنربيها والاسس اللي بنبني عليها لأولادنا يوم ما الاسرة يبقى فيها خلافات مستمرة طحنة والولد حاسس بعدم الامان تأكد تمام انه هيطلع عناني وهيستغل اي ازمة وتخيل الطفل اللي بنكبره ان احنا نديله كل حاجة من غير ما يتعب ونصور له انه هو اي حاجة تجاب هيطلع بيحب نفسه لدرجة انه في لحظة الازمة مش هيحس بحد شفتوا ان الازمات الضخمة اللي موجودة في الحياة واللي بنعاني منها النهاردة يوم اجيب كمامة او اجيب كحل او اجيب حاجة او الكلام ده وانا تبار في الاسعار ونلاقي واحدة فوق واحدة تحت اصل دي اصلها مستوردة دي مش مستوردة دي مستوردة وكل واحد والسعر واحد بس هو زكاء الكذب على الناس ومحاولة استغلال الفرصة جاية منين جاية من اني انا ما لقيتش بابا ولا ماما يوم ما كانوا بيربوني في وقت من الاوقات ادوني الاحساس بان انا احس باللي حوالي النار دايما من مستصغر الشر ما تستغربش ما تستغربش ان الفهلوة كاسلوب من الاساليب اللي انتشر في المجتمعات بشكل كبير هو اللي بيخلي ان اكسب زي ما اكسب مش مهم منين ومش مهم ازاي مش مهم الزوء العام مش مهم اي حاجة المهم ما اكسب وانا اكسبت دي اخلاق دي تربية دي معطيات لا المهندس الناجح وفي مهندس اخر فاسد ايه الفرق بينهم ده بيبني وده بيبني وده بياخد فلوس وممكن الفاسد بياخد اكتر لكن اللي بيكون سمعة احسن ومرجعية افضل ومستقبل امتن واحساس بالامان اكتر واحساس بالحلال اكتر هو ده والفرق ما بين المهندس الفاسد والمهندس الناجح الظروف البيئية اللي طلع فيها كل واحد فينا والتربوية اللي تربى فيها على حسب قوتها وعلى حسب لعفها على حسب الافضل على حسب الاحسن عامل زي مدرس بيذاكر لطالب ومدرس بيذاكر لطالب الطالب ده مستوى زي مستوى الطالب التاني لكن للأسر المدرس ده امين فأسسه لكن المدرس ده مش امين فنجحه أما نيجي لوقت الاختبار الحقيقي الطالب ده اللي تأسس هو الطالب اللي حيخوض غمار الحياة وينجح فيها والتاني حيستسلم من أول حاجة الشاب اللي في يوم من الأيام بكبره على إنه كل حاجة متاحة وكل حاجة موجودة وإنه وظيفة أي أب وأي أم إنه يجيب وإنه يوفر لا وظيفة أي أب وأي أم إنه يغرس بعض المفاهيم بعض الأداب بعض الأخلاقيات وكمان يا سيدي أمن المستقبل وإن كان المستقبل لا يؤمن لكن إن أنا أمن مستقبل ابني بس يبقى ابني حاسس إن كل شيء بيدور في ثلكه فييجي للزوجة فيطلب منها كل حاجة ولا يعطي أي شيء يجي لأولاده يعلمهم نفس النسق بنفس الأسلوب بنفس الطريقة أو ما يربهمش خالص يجي في الشغل ما يستحملش وما يكملش يبتدي مشاريع كبيرة وضخمة وما يكملش يبقى الأمور كلها ماشي أزاي لإني أنا ربيض بطريقة للسليمة لإني أبني أول ما اتعرض لضغوط للأسف فشل مع أول تجربة من التجارب ليه بنعمل امتحانات يعني ليه بنعمل امتحانات ليه في امتحانات عشان نقيس مستوى فهم واستعاب الطالب للمادة طب ما الحياة فيها كتير جدا من الدروس والامتحانات تعالوا نشوف اختيار الأصدقاء لبعض وتأثير الأصدقاء على بعض لونا مطلع عيل لما أخذها ولد بنوتة ساقتها بنفسها ضعيفة أو ما باخدش رأيها في حاجة أو بدي أوامر على طول الخط الشخصيات دي بتبقى مهزوزة شطرة في المذاكرة لكن مهزوزة في الحياة لو صحابها قالولها يمين يمين شمال شمال يبقى بالقطعة في خطوة الأصدقاء حتفشل في امتحان الأصدقاء حتتجه للي حيقودها مش اللي حتقوده حتاخد مش هتعرف تدي كان فيه مثال جميل زمان كده كان فيه طفل كده عنده 12 سنة فالوقت بتاع الصلاة خلاص يعني ما بين المغرب والعيشة والمغرب حيروح والعيشة حيقدن فما صلاش فمامته قالت له ليه ما طلعتش صليت ونزلت قال لها كسفت أقول له مرايح أصلي وماكسفش إنه بيلعب كورة وبيتنطط معاهم بالرغم إنه صح هو فشل في أول امتحاد أما أعلم ابني من سلوكي إن الحياة بالدراع مش بالتفاهم أما أعلم ابني إن إش القرش اللي معها قرش يسوى قرش أما أعلم ابني إن الجنيه غلب الكرنيه أنا معرفش المثل اللي هو بيت قال وكبروا على كده يبقى هدف ابني كله مادي بغض النظر المادة دي جاي منين الفلوس دي جاي منين فما فيش مانع إن أنا أشارك في إن أبيع كمامة أو كحول أو جهاز تنفس أو سرير أو غيره بأغلى من تمنه واكتسب إن دي شطارة لا أنا مبسوط كده لا أنا سعيد كده ده أنا حققت أدى كده زي غاني الحرب أغنياء الحرب بدول دايماً بيبقوا أغنياء على الدماء المراق ليه؟ لإن كبرت على كده لكن لو افترضنا إن إحنا ربنا ولدنا على إن في أفضل وفي إحسان وفي بني أدمين يتوزنوا بالدهب بالرغم إنهم لا يملكوا شيء وبيسيبوا أثر في الحياة أكتر من ناس كتير معاهم كتير وإن المسألة مش معايا إيه ولكن بإيه ورايح فين وجاي منين وفين 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 أهم حاجة إن أنا أكون بعمل حاجة ذات احترام المثل ده بقوله مليون مرة وعيده تاني تخيل المواطن البسيط اللي بيتلقى مرتب أقل من ألفين عامل النظافة اللي هو بيشلنا القمامة اللي هي الزبالة وبيجي الراجل ده يشلنا من العمارات ومن الشوارع ومن المنشآت القادرات وأعزكم الله الحاجات العضوية والواحد لو ساب البسكت بتاع القمامة أو الزبالة أي مكان اللي أفصل 3-4 تيام يلاقي الريحة فظيئة يا سبحان الله وتلاقي كده يرقات طلعت من العفل والريحة والراجل بيجي يشلها مش مكترس بالريحة مش مكترس بكذا مش مكترس بكذا ويروح وقيدها ويوديها للمكان اللي بيتحرق فيه أو بتفرس فيه أو بتعمل فيه أو ما إلى ذلك قد يكون هذا الرجل غير متعلم ولا يحسن القراءة والكتابة وساكن في حتة صفيح فخوص في مساكن شعبي فأي حاج على قد والواحد بيبصله كده بيمشي ساعة ما بيقرب من العربية بقى في الإزازة مش أنا بيتقف في الإزازة بيبقوا كده قاعدين على الرصيف بال أوفارول اللي هم بيبقوا لابسين البرتقاني ده أو الأغدر وما بيطلع بيطلع معاش بحاجة بسيطة أخلص بس النقطة دي وأخذ التليفون هذا الراجل ده لو مات ما عاشه عايبة بسيطة وبيدبقها وبيطلعين عياله وممكن عياله ما يكملوش تعليم لأنه ما يقدرش يوفر الإمكانيات لتعلمهم بالرغم أنه هو أولى الناس أنه أولاده يطلعوا متعلمين في نفس الوقت فيه كدر تاني كدر المغنين والممثلين وصلنا على الأفلام تاني أنا بدي مثال مش تقليلا في حد ولا حاجة بس عشان أولوياتنا للأسف وقعت قوي بقت ملغبطة بقى بيزغل العينينا الحاجة اللي بتلمع لكن الحاجة الأصيلة ما بتزغللش عينينا واللي بيغنوا واللي بيطرقعوا واللي بيعملوا واللي بي وإش كالي يبقى مهرجانات ويتعالى قول ويصحوا وغلط وينفع وما ينفع وده ما وده ما حصلش وده ما وصلش وده مين وده إيه وده على إيه وحروب زي حروب الردة بالضبط على الأغاني ده صح ولا غلط فن ولا مش فن عامل مش عامل مش مهم لكن في النهاية كم الملايين التي تنفق على هذه الأشياء ضخمة ممكن مغني في حفلة ولا ممثل في فيلم ياخد له مثلا بتاع مرتب واحد طول العمر مش مرتب واحد بقى فقلت تعالى نتكلم كده مع الأولاد ونقول لهم تعالوا إيه حال البلد دي وأي بلد في العالم منها هوليود أمريكا اللي متوقف فيها الانتاج السينمائي حاليا دلوقتي لو افترضت إن عمال النظافة تعبوا وماشتغلوش لمدة أسبوعين والانتاج السينمائي توقف لمدة سنة إيه اللي حينقص المجتمع وإيه اللي حيؤثر فيه أكتر وإيه اللي أكثر قدرة على التأثير في الصحة العامة في الأوبئة في الجو العام في النظافة في المنظر والمحتوى بالقطع عامل النظافة بالرغم من عامل النظافة ما بياخدش شيء لكن بندي ناس فما بيكبر البني آدم بيكبر البني آدم وهو شايف إن الممثل أو المغني أو غيره إيه دا واو واو على إيه عشان عنده موهبة لكن الموهبة دي تخص هو بتاعته هو عائدها ليه هو لكن على المجتمع عشان كده الضغوط والآثار مهمة زمان أم عملوا إحصائيات في الدلائل الجنائية والأسباب وجدوا حاجة غريبة جدا إن أولاد الأثرياء أكثر ميلاً للسرقة من أولاد الفقراء تاني أولاد الأثرياء أكثر ميلاً للسرقة من الفقراء بالرغم إن الطبيعي إن الفائد يسرع والغني ما يسرعش لكن لإن ممكن الفقير يكون اترب على الفطرة وعلى آداب وعلى أخلاقيات وعلى مسل وعلى قيم وعلى مبادئ والتاني اترب على حاجة تانية خالص ده محتاج فلوس بس ما يقدرش يمدي إيدي على حرام ده محتاج فلوس همدي إيدي عشان كده تلاقي الأغنياء بنسمع كل شوية إن حد ممكن يكون بيمدي إيدي بيقدم رشوة بيعمل حاجة وممكن مواطن بسيط فقير معدم مش يلاقي يأكل مش يلاقي يتعالج يلاقي مبلغ مليون ولا مليون ونص ولا في الإسعاف ولا في تاكسي ولا في كذا ولا في كذا يسلمها إيه الفرق بن داو دا تربية إيه الفرق بن داو دا دا نفس الضغوط ودا نفس الضغوط لكن لإن الفطرة بتاعتهم اتربوا على أثر جيد الضغوط أما ضغطت عليهم ما طلعتش أوحش ما فيهم طلعت أحسن ما فيهم ودا الفرق بنحد زمان كان يقولوا إيه مثلا عليش بقى كانوا دايما بيقدموا للانحراف أسباب فأنت ليه بتشتغل شغلانا الوحشة دي خالص 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 المنافية للأداب العامة أصلا أنا عندي أبويا وإخواتي وكذا وبجري عليهم وكل الحاجات تتسدت وتعملت في نفس الوقت اللي فيه حد بيشتغل شغلانا واثنين وثلاثة اللي فيه موظفة وكبيرة ومحترمة أما ضاق بيها الحال ممكن تشتغل في بيت من البيوت إيه الفرق بالمعدن دا والمعدن دا دي عليها ضغوط اقتصادية ودي عليها ضغوط اقتصادية التربية اتربط على إيه إيه القيم إيه القيم اللي أنا زريحها يعني إيه القيم إيه الحاجات اللي بنستفيد منها لحظة الأزمة عشان كده أما تيجي تقول إن فيه مشكلة كبيرة أوي في المجتمع ناس بتستغل في بعض أوقات الأزمات تأكد تمام إنها أزمة تربية وأخلاقيات مش ناس محتاجة أما تتكلم على أزمة الأطفال وفي تربيتهم وفي توجيههم من أول الحمل والولادة لحد آخر لحظة أما تسلمهم للحياة كلها أشياء بتؤثر في مستقبل الأولاد عندك تصل ولا راح طب يلا تفضل علوم معانا ولا لسه على الخط ولا يهمة تقطع التصال طبعا لإننا إحنا طولنا قوي أنا عارف في النقطة اللي موجودة فما بتيجي أحداث عظام بتكشف لنا أهمية حاجات داخل بيوتنا البيوت دلوقتي ملمومة على بعض والناس كلها حوالين بعض وكل نعم طب هات تفضلي أم بسمالة تفضلي السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم تفضلي يا أم بسمالة أي يا دكتور ياسر معلش ممكن بس أخذ رقمك الخاصة ده في الكنترول بقى معلش يا كنترول هنستغزينكم تدوه تسلم يا حبيبي شكرا طيب القياس الحقيقي للأمم وللناس كلام كبير بقى يعني في أمم في الحرب العالمية التانية ألمانيا تساوت بالأرض اليابان تساوت بالأرض فرنسا تساوت بالأرض إيطاليا تساوت بالأرض جزء جميل من روسيا تساوت بالأرض بولندا تساوت بالأرض بلا كتيرة لكن قدرت تقوم في ظرف عشر عشرين سنة قامت لأن الناس دي تربط على الانتماء لوطنها وإنها أما تقع الوقع بتقويها مش بتكسرها طب ديني اتصالات لو فيه وعليكم السلام ازاي حضرتك تمام تمام ازاي كاستي الحمد لله والشكرا انا يا دكتور معايا أربع صبيوار جميل من سن من سن سنة وشهرين ده الصغير لحد سنة كم من سن سنة وشهرين لسن اتناشر سنة اتناشر سنة ماشي يا سيدي تفضلي كميلي يعني مش عارفة اتعامل معهم خالص خالص مقربوا يجننوني وعلى فكرة ابوهم مش موجود يعني انا مصدر لك انا بربهم لوحدي ومش عارفة اتعامل معهم خالص ومنهم طفلين عندهم مرض في الدم مرض بيستوجب ايه تغيير دم ولا كماوي ولا ايه بالزرعة لا بياخدوا يعني عندهم بياخدوا فاكتور اه طبعا يعني العيانين دول بيحتاجوا الجري كتير واتخرب كتير وكل حاجة مش عارفة تعمل معهم خالص والله العظيم يا دكتور وتعبني وحاجة يعني مع الصبيينك يعني كل حاجة مش عارفة تعمل معهم خالص وبالذات بقى اللي هم عيانين دول ليه يعني العيانين دول عايزين معاملة خاصة مش عايزين حد ضوبهم مش عايزين حد يزعق لهم الزعل وحش عليهم مين الزعل هو ما يتخبطوش اه ما 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 حادش يزقوهم اه لكن الزعل وحش عليهم ازاي بفهم ده كترة ده كترة امراض الدم قالوا ان الزعل ممكن يتعبهم حاضر فعشان كده ما بتزعلهمش مش ما بتزعلهمش بقى بقى يعني طبعا لازم ازعلهم ويزعلون بس انا يعني عايزة اتعامل معهم وعايزة بس في الاخر اخر الليل بتقديم في حضنك كميليم مش عارفة والله يا دكتور يعني نفسي اتعامل معهم اه صح مش عارف حتى ان انا ضغط تقيل علي اه طبعا اربع اطفال ومرضى في بعضهم طبعا تقيل عليك ما حادش بيشارك مع حضورتك في اي حاجة لا 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 والله يا دكتور لا خال ولا عم ولا ولا ابن خال ولا ابن عم لا لا كل بيت فيه اللي مكفيه وفاير فيه اللي مكفيه صح عندك حاجة طيب ولا حتى حتى بعين معايا في انفق كمان والله يا دكتور يعني هو ربنا سبحانه وتعالى فقط لغيه اه طيب الحمد لله على كل حي خاطر خاطر اه تفضل 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 من اقل كلمة بيعان يعني ايه ايه سلام عليكم سلام عليكم ام يوسف ايوه يا دكتور ايو اتفضل يا فن بقول له حضرتك هو انا عايزة اقول شخصيت ابني نعم عايزة اقول شخصيته لا اشرحيه للموضوع بس عشان كنت بتتكلمي بص حضرتك هو ابني لما بيجي يلعب مع اطفال ارايب ومسلا عيال خال وعيال عمته يلعب معهم بس هو وحزر بالدرب منهم عنده كم سنة عنده خمس سنين هو البك اخته اصغر من اللي بتلعب معهم تضربه برضه لازم انا اقوله دافع عن نفسك عسان يضربها ولو دافع عن نفسه بيدرب اتفضل ولو دافع عن نفسه بيدرب بيدرب اه بس لازم انا اقوله ايام ما كان في الحضانة او المدرسة كان بيدرب برضه اه طيب حضرتك ده كان البكر بتاعك عين حضرتك من نوع اللي بيوجه كتير من نوع اللي ايه بيوجه كتير قد بالك وحاسب ويوعى حبيبي ومعرفش ايه وبتاع كنت في الاول كده دلوقتي لأ من بعد بقى ما خليت سخط الثانية تغيرت وتعلمت يعني تقريبا غصوبة تربية كوي سليم سليم ربنا يا سعيد بقى ايه بقى ايه بقى ايه كل الخاطئ اللي انا بقى ايه بقى ايه بقى ايه بقى ايه حريك بالتعصبي شوية او من نوع العصبي او اللي حواليه عصبيين شوية حاضر حاضر طيب انا هقول لحضرتك حاضر عشان بس الوقت حاضر طيب الاسعى لام يوسف بصراحة لان السؤال اللي قبل ام يوسف بيبقى فيه اشكاليات صعوبة نفسية الواحد ان هو يقدر يتخطى الحاجز النفسي من الضعف لشخص ضعيف مسؤول مسؤولية كاملة عن اربعة طول الواحده حاضر حبيب انا ام يوسف ببساطة بص يا سيدي فيه اتصالات كتيرة جدا وربنا يكرمكم على الثقة اللي انتوا بتدهالي ساعة ما بطلع على الشاشة ربنا يساعدكم لكن معلش الموضوع بنحب نوصل معلومة وهو خدنا اتصالين لام يوسف والاتصال اللي قبله النهاردة والمرة الجاية ان شاء الله اما يا حين الوقت بتاع الحلقة حاب اقول لكم عليه ام يوسف بصي ام يوسف ببساطة هو ابنك مش ضعيف الشخصية هو ابنك اتربى على الخوف شوية يعني اتربى على الخوف يعني التوجيهك الكتير هزوا بقى الشخصية ايه مهزوزة والشخصية المهزوزة دي بتتربى ازاي بتتربى نمرقم واحد على الهدوء نهدى بقى يعني نهدى خالص في البيت ما تبقاش عصبية ولا مرفزة ولا الكلام ده ونبتدي نلعبه لعبة من الالعاب الجماعية او القتالية ده رشح لك الكاراتي مش عشان يقاتل لا عشان ياخد ثقة بالنفس وتحطيه في نشاطات اجتماعية كتيرة ابنك مش هيجي يوسف بانك تقوليله اضرب مش هيجي بانه اعمل ليه لانه واضح ان الولد بدأ يبقى امر وطاعة امر وطاعة امر وطاعة امر وطاعة معنده الزاتية في التصرف معنده الزاتية في التصرف فشخصيته زي ما بيقوله شخصيته بقى الضعيفة عشان تقوى يبقى تديله فرصة لتحمل المسئوليات فرصة تحمل المسئوليات دي ايه هي عبارة عن ايه ان انا احطه في تجمعات او ان احطه في سمودة في لعبة جماعية او احطه في لعبة قتالية زي الكاراتين مش الوفوء او تايكوندو الحاجة التانية ان انا اتناقش معاه واتكلم معاه ما بتكلمش معاه بقوله انت غلطان ولا صح ولا غلط لأ انا بتكلم ان احنا المفروض نعمل ايه ساعد ايه دي نقطة الحاجة التانية تبطل التعصبي وتنرفيزي خلاص دايما ورا كل حاجة هو بيعملها كويسة ويبقى النظام العام ده زائد انه يبقى في حضنك 24 ساعة دائما سواء كان غلطان او مش غلطان السؤال بقى لازوش وجون اربع اطفال وبيبقى حملة قيل وده الواقع ده الواقع بقى والواقع ده بيقول ان الاطفال في اتنين منهم عندهم مشكلة في الدم بس هي الفكرة ان هما الدكاترة اما قالوا لحضرتك ان الزعل وحش حشانهم يعني بناش العصبية ولا النرفزة ولا الكلام ده لكن مش معنى انهم يعملوا غلط مش معنى كده ان احنا ما نسبش او نعاقل المفروض انك عندك اربع اولاد الظروف خنقة الظروف الاقتصادية صعبة الدخل قليل الجهد كبير يبقى انت محتاج ان الاولاد دول يشاركوا معاك في حاجات كتيرة يعني مش هتبقى انت الام السوبرمان اللي هي بتعمل كل حاجة وهم قاعدين محلك سر على اعتبار انك انت العاطفة لازم اللي ولاد ده بيشاركوا عندك التاشر سنة التاشر سنة ده ممكن يمسكوا جزء من المصروف يوم او اتنين ممكن يتحمل مسئولية الطفل اللي عنده سنة ونص ممكن تتفقي معاهم ان ده ينضب وده يرتب وده يعمل وده يحط لازم تبقوا خمس افراد موجودين داخل الاسرة بتساعدوا بعض فكرة العطاء الوحيد من حضرتك ده هيبقى مرهق جدا العيال دي محتاجة تبقى رجالة ايه معنى هو راجل تحمل مسئولية نمر رقم اتنين ان يعرف ان لازم يتعب عشان يلاقي نمر رقم ثلاثة انه لازم الولد يكون عارف كويس اوي ان ماما عتحبه سواء كان غلطان او مش غلطان نمر رقم اربع ان احنا بنوعه كتير مع بعض نتناقش ونتكلم ايه اللي بيعجبني وايه اللي ما بيعجبنيش ايه كذا ايه كذا مع كل الظروف دي ضغوط صعبة والعصبية لازم تطلع لازم تطلع عصبيتك بطريقة تانية طريقة تانية بعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى بتحسن اكتر واكتر وتقربي منه اكتر واكتر الناس اللي عندهم القدرة على التوجيه التربوي والتوجيه الحياتي والتوجيه النفسي واللي بيده دعم نقدر نتواصل معهم عشان نقدر نتكلم معهم عشان يقدروا يهدونا ويرتبونا منطلقات حياتنا وغيرها من الامور اللي موجودة على هموم اعتقد ان وقت الحلقة انتهى اشكر المشاهدين واشكر انكم استحملتونا الفترة دي واتمنى الالقاكم على خير ونعرف خلاصة الحلقة ان الضغوط بتطلع احسن ما فينا واوحش ما فينا بتطلعوا احسن ما فينا واوحش على حسب التربية والتوجيه من اول الصغر لحد الكبر في اي موقف من المواقف اما بيخط ابني او يصيب تأكد تماما لازم اتهم نفسي اولا هل انا ربيت صح ولا كان التربية في اتجاه خاطئ استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيني عمالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته